نتحدث بتفصيل عن كل ولاية يعني بنسلفانيا من الولايات التي كانت مهمة جدا لكل من المرشحين وحتى خلال الأيام الثلاثة الماضية كان كل المرشحين لهم تواجد شديد في هذه الولاية آخر خطاب كمالا هارسكا من بنسلفانيا كان فيه حملة ترك أبواب شكت فيها بنفسها في هذه الولاية أيضا دونالد ترامب كان حريص خلال الثلاث أيام السابقة أن يكون حاضرا في هذه الولاية ما أهمية هذه الولاية جميل أهمية ولاية بنسلفانيا هي وكأنها صورة مصغرة للولايات المتحدة الأمريكية وكأنها أمريكا وكأنها الولايات المتحدة الأمريكية ذلك أن صراع الأيدولوجيات هناك موجود ذلك أن بنسلفانيا فيها الحضر والمدن لهم تلك التوجهات الديمقراطية غالبا النخبة والمتعلمون والمثقفون دائما ما يصوتون كلاسيكيا للديمقراطيين فبنسلفانيا فيها مثلا فلادلفيا فيها راتينج فيها مدن هذه المدن تصوت للديمقراطيين أما الأطراف والريف فغالبا ما يصوتون للجمهوريين ولكن في هذه الانتخابات التاريخية وهي تاريخية بكل ما تحمله الكلمة معاني ودلالات تاريخية في ذلك التقارب والتنافس المحموم وعدم استطاعة تحديد من هو الساكن الجديد في البيت الأبيض تاريخية لأنه نظرا لأول مرة امرأة ملونة امرأة سوداء يعني تنافس على كرسي الرئاسة تاريخية لأنه أيضا أول مرة رئيس سابق يريد أن يكون رئيسا جديدا وبحيث يحصل على فترتين غير متتاليتين كل ذلك يجعل لها سمت أو سمات هذه الجدة لكن بنسلفانيا كانت بتصوت دائما للديمقراطيين تاريخيا يعني ولكن الانتخابات السابقة حصدها ترامب يعني للجمهوريين يعني محاولة انتزاع هذه الولاية كل واحد من الآخر هل هو محاولة لإثبات الوجود في هذه الولاية أم أنه يعني لهذه الولاية أهمية بما أنها تضمن تتضمن مدن حذام الصدق وبها قاعدة صناعية فهل لها أهمية أخرى تدعو لهذا التنافس المختدم بين المرشعين من يفوز بها يستطيع أن يحصل على أصوات 19 مندوبا 19 مقعدا في المجمع الانتخابي أو الكلية الانتخابية وذلك يضمن له تفوقا ونجاحا في نهاية المطاف لذلك هي تعتبر ليست فقط ولاية متأرجحة ولكن نظرا كما تفضلتي لأنه في الفترتين السابقتين يعني كان فيه نجاح سواء كان لترامب أو سواء للديمقراطيين هذا التأرجح بيزداد يعني هي ولاية متأرجحة جدا بل إنها تكاد تكون ولاية حاسمة في ذلك التأرجح في ذلك التأرجح وهذه الحركة البندولية من يفوز بها غالبا ما يفوز بمقعد رئاسة الولايات المتحدة ولكن النظام الانتخاب الولايات المتحدة الأمريكية وهذا النظام المعقد نظام مركب ليس نظاما بسيطا ليس نظام بمجرد أن المتنافس أو المرشح لهذا المنصب يحصل على الكتل التصويتية يضمن النجاح بالعكس من الممكن أن يحصل على كتل تصويتية كبيرة وضخمة تفوق منافسة بملايين الأصوات ورغم ذلك لا يستطيع النجاح لأنه لم يحصل على أصوات المندوبين في المجمعات أو الكليات الانتخابية لذلك هذا بيزيده صعوبة ويجعل هذه الانتخابات فيها عناصر التشويق والإثارة لأنه الآخر درجة لا يمكن التعرف على من هو القابع الجديد في المكتب البيطاني هذه نقطة مهمة مسألة الغموض اللي بيكتنف استطلاعات الرأي والمؤشرات لهذه الانتخابات